موسيقى من الميادين هذه النشرة الرياضية المفصلة أهلا بكم ملفات الفساد في كرة القدم مستمرة وآخرها اتهام القضاء السويسري للأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم جيرون فالك ورئيس مجموعة بين ميديا القطري ناصر الخليفي التحقيقات توصلت إلى الاتهام المباشر حول فساد في عملية بايع حقوق بث كأس العالم مكتب النائب العام السويسري اعلن عن فتح تحقيق جنائي بحق فالك والخليفي الذي يترأس نادي باريس سان جيرمال فرنسي التحقيقات بدأت شهر أذار مارس الماضي في دول إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان بعد أخذ ورد حسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم قراره وأقال المداربة الإسبانية للمنتخب الأول لوكاس الكراز القرار المنتخب بالإجماع استبقى مباراة الكاميرون في الجزائر في السادس من الشهر المقبل الخلافات المالية كانت العقبة الوحيدة خلف رحيل الإسبانية الذي كان يطالب بتحصيل قيمة عقده بالكامل ولاية الكراز شاهدت خسارة ثعالب الصحراء في ثلاث مباريات رسمية مقابل فوز وديا يتيم فتلقت شباكو ستة أهداف ولم يستجل سوى أهدف يتيم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ينفي وجود تغيير في هوية البلد المستطيف لأمم أفريقيا 2019 مؤكدا بقاء الكان في ضيافة الكاميرون وخلال اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة أكد أحمد أن الكاميرون واسح العج وغينيا ستصدف أنسخ الثلاث المقبلة من البطولة القرية وكان اختيار الكاميرون لاستضافة البطولة أثار جدلا واسعا في ظل التشكيك في إمكانات البلد من حيث الالتزام بمتطلبات الاتحاد اللازمة لتنظيم هذا الحدث الفقر مدرسة الحياة جورج ويا الذي عانى العوزة والحروب في صغره تسلق المجد وصولا إلى أرفع منصب في ليبيريا نجومية في كرة القدم باتت جسر العبور إلى قصر مونروفيا وتحديات أطحة أكبر أمام أفضل لاعب في العالم وأفريقيا سابقا بزغت نجومية جورج ويا في كرة القدم منذ صغره لكن الاترابات السياسية في تسعينيات القرن الماضي كادت تنتقضي على موهبة فذة أفضل لاعب في العالم سابقا تبوأ المنصب الأرفع في بلاده ليبيريا متوجا مسيرة طويلة بدأها بالرياضة ووصلها بالأعمال الإنسانية فالسياسية ويا سيتسلم مش على رئاسة البلاد من المرأة الحديدية ألن جونسون سيرلاف منهيا فترة حكمها التي دامت 12 سنة قضاها لاعب آيسي ميلان السابق في معارضتها عبر حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي الذي أسسه وتزعمه أفضل لاعب أفريقي سابقا نشأ في جزيرة بوشرود ونجى بعجوبة من الاترابات السياسية التي شهدتها بلاده في الثمانينيات وهذه الحروب كادت تقضي على مستقبله الكروي إذ كانت تصعب ممارسة اللعبة الشعبية لكنه اختنم فرصة الانتقال إلى الكاميرون وبدأ رحلته الاحترافية أحد كشفي اللاعبين لفت نظر المدرب الفرنسي أرسن فينجر مدرب موناكو فتحول الشاب الصغير مقابل 50 ألف دولار إلى المجد في ملاعب فرنسا وياه يرى أن مدرب أرسن الحالي صاحب الفضل في نجوميته بعد سنوات قليلة انتقل إلى باريس سان جرمان وقضه إلى الألقاب وزادت شهرته الأوروبية بتتويجه هدفا لدوري الأبطال ولسيما بعد إقصاء برشلونة بقيادة يوهان كرويف فيكون ذلك مفتاح انتقاله إلى العملاق الإيطالي عيسي ميلان في النادي اللومبردي زادت نجومية الأفريقي الرياضية وبدأ بتعلم الفنون السياسية على يد مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني ومع تقدمه في السن تنقل بين الملاعب الإنجليزية والفرنسية والإماراتية قبل الاعتزال وبعد مسيرته الحافلة بالإنجازات قرر مستر جورج امتهان السياسة وكون شعبية كبيرة بعدما ساعد من جيبه الخاص منتخب بلاده فضلا عن تقديم مساعدة لقضايا إنسانية وقال نيلسون مندل عنه إنه فخر أفريقيا تبع دراسته الجامعية ونل شهادة في إدارة الأعمال وشهادة ماجستار في الإدارة العامة وخسر انتخابات رئاسية عام 2005 أمام سرلاف والآن يستعد لخلافة أول رئيسة في القارة الصمراء محاولة جديدة لجارون فالكيل المطالبة بإعادة النظر في قرار حرمانه ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لعشر سنوات الأمين العام السابق لفيفا مثل أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزانا السويسرية الفرنسي قضى نحو ثماني ساعات في جلسة لاستماع أمس على أن تصدر المحكمة قرارها بعد بضعة أسابيع ابن ستة وخمسين عاما كان تلقى حكما بالإيقاف لاثنين عشر عاما أصدرته لجنة مختصة في فيفا ثم خفضته إلى عشر سنوات بعد الاستنف من داخل سجن ريو دي جانيرو أعلن رئيس اللجنة الأولمبية لبرازلية كارلوس نزمن استقالته من مهماته للتفارغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء نزمن اتهم بالفساد وتبييد الأموال والانتماء إلى منظمة فاسدة تهمت بالمشاركة مع منظمة دولية اشترت أصوات لمصلحة استضافة مدينة ريو العرس الأولمبية عام 2016 وكانت الشرطة البرازلية أوقفت نزمن قبل أسبوع وهو يقبع خلف القطبة في أول رسالة اقتصادية بعد إعلان استقلال كتالوني عن إسبانيا قدم نادي برشلون ميزانيته للسنة المالية المقبلة التي بلغت 897 مليون يورو ميزانية لبلوغرانة تعد الأكبر في تاريخ أي نادي رياضي بما فيها الرياضات الأمريكية للمحترفين وفق تصريح المدير العام للنادي أوسكار جاراو البرشلون أعلن عن صافي أرباحه هذا العام والبالغة 21 مليون إضافة إلى الفائد التجاري والتسويقي البالغ 145 مليون فضلا عن 55 مليون من أعمال مختلفة في مشروع اس باي بارسا جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية والزميل مايك شالهوب تفضل مايك شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدوها من إسبانيا مع اليومية سبورت فقد عنوانت نفي خبر نقل شركات بارتوميو خارج كتالونيا اليومية نقلت عن رئيس نادي برشلونة نيته النقل شركاته إلى خارج الإقليم المعارض بعد الاستفتاء في الانفصال عن إسبانيا المعلومات كانت قد وردت سابقا عن مخاوف خساب بارتوميو من مستقبل كتالونيا في ظل تصعيد الحكومة الإسبانية من إسبانيا ننتقل إلى الصحافة الفرنسية وتحديدا مع لكيب التي عنوانت بدورها نويل جرات التقى مع ديديير الشون رئيس الاتحاد الفرنسي هنأ مدرب منتخب فرنسا بعد التأهل المباشر إلى كأس العالم الحديث بين الطرفين لم يشمل التجديد لديديير الشون مع المنتخب لكن المعلومات تشير إلى تمديد عقبه حتى عام 2020 بعد تربع الديوك على رأس المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم وإلى الأقلام الإنجليزية مع ديلي مين فقد عنوانت يوفنتوس وإنتر ميلين يسعيان إلى التوقيع مع أوليفي جيرو نهاية الموسم بطل إيطاليا مهتم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي ليكون أفضل بديل لماريو مانزوكيتش هذا وأعلن فريقاء مارسيديا وليون اهتمامهما بضم لعب أرسنر وإلى الصحافة في أمريكا الجنوبية وتحديدا من كولومبيا مع اليومية التيمبو فقد عنوانات خماس من جديد الرجل المفتاح في كولومبيا نجم باير نيونيخ تصدر قائمة الهدفين في المنتخب خلال التصفيات الكاتب اعتبر أن غياب خماس عن التسجيل يجعل المنتخب يدفع الثمن ختام الجولة دائما ستكون من أمريكا الجنوبية مع لاترثيرا التشيلي التي أبرزت كلام كلاوديو برافو يجب إعادة بناء ورشة كاملة حارس منتخب تشيلي أسفة لفشل منتخب بلاده بالتأهل إلى كأس العالم وطالب بتأهيل المدارس الكروية وأعطاء الأولوية للفئات العمرية الصعيدة مع هذا الخبر من تشيلي نأتي إلى اختام الجولة الصحفية والآن عود إلى متابعة النشرة شكرا لك مايك فيروس إصابات الفيفا يضرب ريال مدريد بعد إصابة حارس كيلور نفاس خلال مشاركته مع كوساريكا في تصفيات المونتيال نفاس عرض لإصابة في عضلة ساقه اليمنى وبات من المؤكد غيابه عن مواجهة الفريق الملكي مع ختاف يوم الأحد في الدور الإسباني وأمام توتنهام في دور الأبطال على أن تراقب الإصابة بل تراقب لتحديد مدة غيابه عن الملعب وكان نفاس عرض للإصابة خلال مواجهة كوساريكا وهندوراس يوم الأحد وغاب عن مواجهة باناما يوم أمس في التنس رافيال ندال إلى ربع نهائي بطولة شانغاي على حساب فابيوفونين النجم الإسباني لم يجد صعوبة في تخطي منافسه لإيطالي بمجموعتين نظيفتين ندال تخطى المصنف الثامنة وعشرين عالميا خلال الساعة ليضرب موعدا مع البلغاري كريغور ديمتروف الفائز على الأمريكي سام كواري يذكر أن ندال فاز على ديمتروف الأسبوع الماضي في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة ذات الخمسمائة نقطة فاز الإيرلندي سام بند من المرحلة الثانية تواليا في طواف تركيا للدراجات الهوائية بعد فوزه بالمرحلة الافتتاحية فاز دراج بورا هانس كرو بسباق المرحلة الثانية الممتد لمائتين وستة كيلو مترات وحل البلجيكي أدوارد تيونس في المركز الثاني أمام الإيطالي ريتشاردو ميرنالي يونس ستة وعشرين عاما يتصدر الترتيب العام بفريق عشر ثواني من كيونس قبل انطلاق الجودة الثالثة بين بلدتين فتحية ومرمرة قبل الختام نذكركم مشاهدين بإمكانية التواصل معنا عبر صفحتنا في فيسبوك رياضة الميادين والبريد الإلكتروني للقسم الرياضي ولمزيد من أخبار الرياضة ومشاهدة نشراتنا يمكنكم زيارة موقعي الميادين باللغتين العربية والأسبانية السلام عليكم اشتركوا في القناة